أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أزلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازئون كذلك نسبقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شيهاب مبين والأرض مذذناها وألقينا فيها رواسي وأعبتنا فيها من كل شيء موزوم واجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من إلا شيئا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الريع على واقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنكم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسدد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أقل لأسدد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم بعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المقلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشر طموني على أمسني الكبه فمما تبشرون قالوا بشرناك بالعقل فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مدرمين إلا آل لوطة إنا لم لجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحدهم بوحيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أمدى أن ذابر هؤلاء مقطوع المصبعين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال هؤلاء ضيفي فلا تفتعون واتقوا الله ولا تغزون قالوا أولم ننهق عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم صيعة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها عجرة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب العجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصفعين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتهم فاصفع الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمتن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تأزن عليهم واخفض جناعك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستازئين الذين جعلون مع الله إلها آخر فستوف يعلمون ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بأسم ربك وأم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشتكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشتكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم بالأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البعر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه علية تلبسونها وترلكم مواخر فيه ولتفتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسعا تميد بكم وأنهارا وصولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أبوات غير أحيا وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إذا هم واعدون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا أجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين دعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أبوات غير أحياة وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قدوبهم منكرة وهم مستكبرون لا أجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يعب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ينظلونه وبغير علم ألا ساء ما يسرون وقد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقب من فوقهم وأتاهم العذاب من عيث لا يشعرون ثم يوم القيامة ويقولوا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اللوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئسبة والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا عسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستازعون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغون فمنهم من هدى الله ومنهم من عقد عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعته الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لفوكم فيكون والذين هاجروا في سر الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنا ولا أجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نسل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا شعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقلب فإن ربكم لرغوف الرعيم أو لم يروا أي الله ما قال الله من شيء يتفيق ظلاله عن اليمين والشمائل استجدا لله وهم داخلون ولله يسدد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملايكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واعد فإيايا فارهبون وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكموا الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشتكون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون واجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزحناهم طالله لتسألون عما كنتم تفترون واجعلون لله البناد سبعانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصب ألسنتهم الكذب أن لهم العسنى لا جرم أن لهم النار أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فسين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لمعجلنا النسع وإن لكم بالأنعم العبرة نسكيكم مما في بطونه من بين برد ودم لبن الخالص وأنسائغا للشاربين ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشدل ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمالكم فكم فيه سواء أفى بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وبنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا منذوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا هل يستويه أمه الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجل لأحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه ليأتي بخير هل يستويه هو ويأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم ولله ضيب السماوات والأرض وإليه رجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطن أماتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السماع والأبصار والأفذة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعم بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى عين والله جعل لكم مما خلق ذلالا وجعل لكم من الزبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم العرى سرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا قالوا يا شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الوحشاء والمنكر والبخ يعدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دقلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دقلا بينكم فتذل قدموا بعد ثبوتها وتدوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعاد الله ثمنه قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحي أنه عياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين يتولون والذين هم بربهم متعون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر رسال الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا رسال عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنوا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استعبوا العيات الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أدهم في الآخرة هم الأخسرون إنما إن ربك للذين هاجروا من بعد ما بثنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور ورحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكانها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منه فكذبوه فأخذهم العتاب وهم ظالمون فقلوا مما غرزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما عرم عليكم الميتة والدم والأحمل كنزير وماء إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور ورحيم ولا تقولوا لماذا تثب ألجنتهم الكذب هذا علالو هذا عرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولا عوى على الذين هدوا عرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصنعوه إن ربك من بعدها لغفور ورحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه بالدنيا عسنة وإنه بالآخرات لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعو إلى سبيل ربك بالعكمة والموعدة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين وإن عاقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به ثم بغي عليه لأنسرنه الله ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تعزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ترجمة نانسي قنقر